يا الله والله بتأخذ العقل انبسطت لأنه عجبتك عن جدة كتير حلوة بولانت عم اسمعك انت يا اللي صورت ولا خليت عمالك يلحقون ويصورون اسمعني مو مهمين بولانت انا عم حاول اني ضب بلو كتير كبيرة صارت اليوم لازم تعرف انه ما في شي بيناتنا يعني انت شو مفكرني واحد ملأ اخلاق ليك حاكيني بكل بساطة ووضوح وقال لي كل شي شو المشكلة لما لغيت مشروعنا عطاحت السحاب صاروا شركاتنا بانطال يديقوني هداك اليوم اتعرضوا لجاهدة وهي عم تتمشى وهددوها كمان لا طيب ليش ما رحت عالمخفر قلت لها دا الحكي وانه لازم نخبر الشرطة بياللي صار بس ما بعرف مين ياللي خلاها تخاف ورفضت الموضوع وعلى فكرة ترجتني لحتى اقنعاك وبعدين اقنع على امي كمان منشان تلغوا القرار ياللي اخدتوه لانه هن نعطوا مهلي بهذا الشي دا حسين كورلوداك اكيد ما بيعرف ما هيك يعني الحقيقة جاهدة اللي ما رضيت اني خبره وترجتني كرماء ما يعرف بس اكيد نحنا لازم نعمل شي انا خايف انه يوصل الدور لعند سهان بشي يوم ايه بس هلا نحنا لازم نحطاط من هارجال ونتبه منيح انا اخدت كلام بولانت بشكل جدي لا لا ابدا ما رح نتراجع عن شغلنا بس همي ما يصير شي مشكلة كبيرة معنا طيب ايه طيب طيب حياتي ماشي انتو روحوا ديروا بالكون اصلا انا جاية كمان الله معي بعتذر بالمناسبة سهان ما رح تقدر تجي لهون على الاجتماع بدي تروح مع جاهدة على بيتنا باسطنبول طيب يا ترى صالح رح ياخده لا ما بعرف ما سألت الصبح كان صالح هون انت ليش عم تسأل قلت بلك يحتاج ولا شي شغلة لهيك رح ابعتهم كمال وشيرين لو سمحت لا تبعت حدا بيت اسطنبول صغير كتير وجاهدة بلشت تضايق كتير من الناس بهي لشهور ما رح نعمل شي بدون ما نسألهم المهم نحنا وين صرنا؟ كنا عم نحكي عن اهمية العرض العام وانه نحنا تجاوزنا مرحلة القرار المهم ايه وهلأ لازم نأمن استيعابنا المادي ونكون قوايا كتير بالمعنى المالي يقد الشركات المنافسة بشكل عام هاي اول نقطة عنا ماشي وانا وضحت كمان لك روح روح ابل محطك والسجن ها انت لعبت علينا وهالوراق بتثبيت هالشي نحنا ما في عنا تجارة مثل هي يلا روح شو رصة شوفي ايه صح ما عندك تجارة مثل هي لأنك محتال اي 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 شوفي لاش عم تحيين صور شوف شو صار معنا بسبب اللي عملته من الاول ما كان لازم تدخل بيك شغلة رجالها كنا اللي يخبرونا بالحية اللي عم تستخدمها وجسور عالم دار بعد هاي من ايميل وهمي ارا حتى تعرف حقيقة زلمك انت شو عم بتقول انا ما فهمت شوف لا تتمسكن لك عم تحرد الرجال علينا ويباعتهم بريد بشي كمان مستحيل هدا الحكي هاي الوسيقى اكيد مزورة لك كل عمرنا عم نشتغل ونتنافس بس ما انزلنا لهيك مستويات تأكد انك رح تتحاسب على هادا الشي اطلع لبرة ونقلع بالما زيتك والسجن زيتو المحتاج لبرة يلا اطلع لبرة ما ببنى مشاكل واحد محتاج لبرة اهدى كرهان بيك طلعوا ولا بره اهدى روح عمالي اللي بدك يا ها اهدى خلص اهدى طلع مرة ثانية ما بدي شوف هدول بالشركة عنا فهمت تحسين بيك هلا شو نعمل بهات جواب تحسين بيك مدير الامن عم يستنى تعليماتك يلا قل له اصدي اذا حابب يقدم شكوى ع الرجال ما في داعي خلصنا منه لا انا بدي اشتكي طالما عم تتهموني انا بدي يتحقق بهذا الموضوع منيح تحسين بيك وطالما يشيتين بيك فايد بهالموضوع معنا انا رح قدم شكوى للسلطات العليا فورا رح تبلشوا تحقيق ولا شو ايه طيب ما عندي شي خاف منه بلش بالتحقيق فضل انتو شو اللي عم تعملوه ايزا ضليتو عم تتصرفوا هيك بهي الشركة كلاياتنا رح نفلس ورح اتضيع مننا الشركة هيا انا عم خبركم يعني ليش هو بتهمه الشركة واب صار بشو عم يفكر هلا بابا لو سمحت اهدى شوي جسور عم يحاول ياخد مكاني بالبلد من لما اجا لهون اشترى ارضي بالرخص وبعدها صار شريكي بالشركة بلمح البصر وهلا عم يحرد هدول من شعني كسروني مو هذا اللي بدك يا يلا روحوا من خلقتي ما بدني شوف حدا هون الكل يمشي انت خليك انا عن جد صرت شاككي بهذا الولد فوتو لهون ما عجبتني عبدا هلو متحط اهلين تحسين حاول قدمع فيك وخليني شوف اللي حكيت عنهم معناتها انت شاكك بالشي ما هيك؟ ايه اذا كانوا نفس اللي ببالي لازم نقضي على هدول اتنين دغري طيب بشوف شو فيني اعمل اذا كان اللي عم يحكيه صحيح وكنت ناوي تلعب على ابي وعلينا وقتا لا تلومني ابدا هي عم خبرك دقيقة لو سمحتوا روحوا اشتكوا عليه لحتى تتوضح كل الامور وإلا ما رح نفهم اي شي اتهمتوا جسور كذا مرة بهالشي لازم يتحقق بالموضوع اللي نكون على بيينة ما بيصير هيك؟ انا بترجعك روحوا اشتكوا